ما حصل تغيير كثير حقيقة في هذه المسألة بالنسبة للمكون السني ما حصل لهم تغيير كثيرا إلا أنه مثلا حرم الحزب الإسلامي من أنه يكون تمثيل له ونحن حقيقة قابلين في هذه المسألة لم نعترض كثيرا نحن حقيقة في داخل الحزب الإسلامي نريد النجاح لهذه الحكومة وسوف ندعم هذه الحكومة إن مشت بالاتجاه الصحيح ونبقى ندعمها إذا كانت ماشية بالاتجاه الصحيح وإن رأيناها بأنه تخلفت عن وعودها أو تخلفت عن هذه واتجهت إتجاه آخر سوف نكون أول المعارضين لها سبب الحرمان من حرمان حزب الإسلامي من استلام وزارة برأيك أستاذ رشيد حقيقة نحن السيد الكاظرم أنت تكلمت معه قبل تشكيل الحكومة وكانت الضغوطات علي من الكتال السياسية الأخرى لم يكن الكاظمي هو من أحرم الحزب الإسلامي أو منع الحزب الإسلامي من هذا ولكن الكتال السياسية السنية رأت في الحزب الإسلامي أنه منافس لهم وهذا من حقهم حقيقة أن يمنعوا منافس قوي الحزب الإسلامي منافس قوي في الساحة السنية وإن شاء الله يكون في الساحة العراقية أيضا يكون منافس قوي أنا لا أهتم حقيقة كثيرا في مسألة أن أكون في الحكومة أو لا أكون في الحكومة وإنما سوف أؤدي وسوف أعمل وسوف أحقق نجاح باسم الحزب الإسلامي في الانتخابات المقبلة وفي شارع السنية يعرف في الحزب الإسلامي من هو